مع تحول البشر إلى سلعة تباع وتشترا في سوق مظلم تنشط فيه عصابات الاتجار بالبشر مستغلة حالة الفقر المتقع وتقطع الآمال بالشباب بات الظاهرة تجارة الأعضاء تنتشر بقوة في العراق رغم وجود قانون يجرمها ويعاقب عليها حد السجن المؤبد وضمن إجراءات قال مراقبون إنها تثير الشبهات يسارع البرلمان الخطى لتشريع قانون يجيز إنشاء بنك للأعضاء والأنسجة البشرية بعد تمريره مقترح التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية لعام 2016 تصويت بررته لجنة الصحة النيابية على لسان رئيسها ماجي الشينكالي بأنه جاء لإفساح المجال أمام تقديم خدمات طبية أفضل من زرع الكلا والكبد وقرنية العين للمرضى الذين يحتاجون إليها مضيفا أن القانون سيمنح مساحة حماية أكبر للأطباء دون أن يفصح حماية من ماذا وممن شينكالي دعا إلى دعم بنك الأعضاء والأنسجة البشرية عبر التواصل مع الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بأعضائهم بعد موتهم مستشهدا بإيران وكيف أن عمليات زرع الأعضاء هناك تعتمد على المتوفين بنسبة 54% وكأن الأمر ليس صدفة ففي كل البلدين إيران والعراق يغيب فيها القوانين ويفلت الفاسدون داخل دولتين غارقتين بالفقراء والمحتاجين بنك الأعضاء البشرية سبقتها خطوة أقدم عليها وزير الصحة صالح مهد الحسناوي حيث وافق على مقترح منح المتبرع بكليةه تأمينا صحيا مجانيا مدى الحياة كخطوة تشجيعية على التبرع بالأعضاء وهي خطوة تعد امتدادا لبندين ضمن قانون صدر عام 2012 أجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية ودون مقابل مادي عبارات غلفت بأطر أخلاقية يجمع الكثيرون بأنها ليست أكثر من محاولة لتجميل واقع مخيف مفاده انتشار الجريمة المنظمة وعصابات الاتجار بالبشر في ظل غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية بحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وهو ما أكده أيضا تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية والذي اتهم السلطات في العراق بعدم الإفاء بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر